أهلا بكم في الظاهرة ونتابع فيها توجه الشيخ شوقي أبو زيد رئيس البعثة الأزهرية المصرية بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي صخر له كل الإمكانيات لإنقاذ البعثة المصرية والجالية المصرية في أفغانستان أيضا كما تشيد البعثة الأزهرية بدور جهاز المخابرات العامة والمجهودات العظيمة التي قام بها خلال التدهور الأمني في أفغانستان وقدرته الفائقة على حفظ أمن البعثة الأزهرية تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتنوين حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينيين بجميع المحافظات اعتبار من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباحا غدا الأربعاء وذلك لمدة خمس ساعات فقط انتهت المدارس الثانوي من تسليم طلاب الثانوية العامة النجاحين والمتقدمين في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات ببيانات النجاح والتي تحتوي على الرقم السري الذي يستخدمه الطالب في الدخول على موقع التنسيق لكتابة رغباته كما أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار المدارس في استقبال طلبات وطلاب الثانوية العامة الذين سيدخلون امتحانات الدور الثاني حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن مقر لجنتهم الامتحانية وفقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA على أول لطاح لفيروس كورونا من شركة فايزر بيونتك وذلك للوقاية من كورونا للأفراد الذين تبلغ أعمرهم 16 عاما أو أكثر ذلك وفقا لما ذكره الموقع بما في ذلك للأفراد الذين تتراوح أعمرهم بين 12 و15 عاما ونتابع في أخبار الرياضة يستضيف فريق الزمالك دقات التساعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمصابقة الدوري الممتاز وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمصابقة فيما تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في نفس الجولة تتوقع وهيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء تقص حار رتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل الحرارة رتب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة التقص ليلا فيسود تقص معتدر رتب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء نهاية الظاهرة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر